اشتركوا في القناة منوها بالجهود المخلصة التي يبدلها معاليه لمتابعة تنفيذ قرارات الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية تحقيقا لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لمزيد من التعاون الخليجي في مختلف المجالات مؤكدا سعادته حرصة واهتمامة مملكة البحرين بتوجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله على الدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك نحو فاق أشمل بما يعزز من تماسك مجلس التعاون وتحقيق مزيد من الإنجازات والمكتسبات لصالح مواطني دول المجلس الكرام وأشاد سعادة وزير الخارجية بالجهود الملموسة التي تقوم بها الأمانة العامة في متابعة عقد اجتماعات المجالس واللجان الوزارية المتخصصة واللجان الفنية لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتأكد من التنفيذ الشامل لقرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري الموقر والمساعي التي تبذلها لتوثيق علاقات دول المجلس مع مختلف دول العالم وتعزيز دور مجلس التعاون على الساحة الإقليمية والدولية من جانبه أعرب معالي الدكتور نايف بن فلاح مبارك الحجرف عن سعادته بزيارة مملكة البحرين باعتبارها دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون للتنسيق بشأن متابعة تنفيذ قرارات القمة الخليجية والاجتماعات الدورية المقبلة لللجان الوزارية ومتابعة بحث الموضوعات المتصلة بمسيرة التعاون الخليجي المشترك في مختلف المجالات وقد أطلع معالي سعادة وزير الخارجية على نتائج الجولة التي قام بها مؤخرا لعدد من الدول العربية الشقيقة والمباحثات التي أجرها مع قادة تلك الدول وكبار المسؤولين فيها والتي تناولت تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين مجلس التعاون والدول الشقيقة خدمة للمصالح المشتركة معبرا عن تمنياته لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعا بدوام النماء والتطور والازدهار وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالتعاون الخليجي المشترك وسبل مضاعفة إنجازات ومكتسبات مجلس التعاون لما فيه خير وصالح مواطني دول المجلس والتحضير لاجتماع المجلس الوزاري الموقر كما تم تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والتحديات التي تواجه مسيرة العمل الخليجي وسبل التعامل مع تداعياتها اشتركوا في القناة